اشتركوا في القناة بأن ذلك جاء خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلطان بن عبدالعزيز وزير الطاقة السعودي مع وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت وناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة ومنها مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية والذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين توقع بنك مورغين ستانلي أن تشهد سوق النفط فائضا العام المقبل مع انخفاض أسعار برينت إلى مستويات بين 75 و 79 دولار للبرميل وذكر أن قلة المعروض ستستمر خلال معظم فترات الربع الثالث لكن التوزن سيعود بحلول الربع الأخير عندما تنحسر الرياح الموسمية المواتية للطلب وتعود الإمدادات من أوبيك وخارجها إلى الزيادة كما توقع البنك نمو الإمدادات من أوبيك وخارجها بنحو مليونين وخمسمائة ألف برميل يوميا في عام 2025 وهو ما يفوق نمو الطلب بكثير والآن نترككم مع إدالة أسواق المالية الخليجية خفض البنك المركزي الصيني صباح يوم الأثنين سعر أثنين من معدلات الفائدة المرجعية في خطوة من شأنها أن تحفز النمو بعد سلسلة من المؤشرات الاقتصادية المتراجعة وقال البنك في منشور على موقعه الرسمي إن سعر الفائدة الرئيسي LPR للقروض الممنوحة لمدة عام واحد قد تم تخفيضه من 43.5% إلى 33.5% والPR هو سعر الفائدة لأكثر معدلات الفائدة تنافسية التي يمكن أن تقدمها البنوك للشركات والأسر كذلك أعلن البنك تخفيض السعر الفائدة الرئيسي للقروض الممنوحة لمدة خمس سنوات من 93.5% إلى 83.5% وهذا المعدل هو السعر المرجعي للفوائد على القروض العقارية وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من دبي السيد مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا في بيدي سويس مرحبا بك في النشرة الاقتصادية وفي البداية أستاذ يعني بعد خفض المركزي الصيني لأسعار الفائدة صباح الأثنين كيف تقرأ هذا الانخفاض؟ أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية لعبت في قرار ضد الشعب الصيني أولا تريد الصين أن تعمل على رفع معدلة التضخم التي تراجعت في الشهر الماضي ووصلت إلى فقط 0.2 العامل الثاني أن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين حقيقة حققت نموا بنسبة 0.7 في الربع الثاني ولكن هذا كانت الأرقام متراجعة عن نمو الربع الأول وربما قد لا تكون الحكومة الصينية قادرة على تحقيق معدلات باستهدفات النمو في 2024 بـ 5% تقريبا وبالتالي هناك تحدي كبير النقطة الثالثة أنها ربما متوافقة مع أهداف الحكومة الصينية في الاجتماع الأخير الذي تم عقده في الأسبوع الماضي والذي ربما هدفت من خلاله إلى دعم الاقتصاد الصيني لا تريد الصين في الوقت الحالي أن تكون مختلفة عن السياق العالمي المرتب بتخفيض الفائدة في الولايات المتحدة وفي المنطقة الأوروبية وفي اليابان وبالتالي بشكل أو بآخر لا تريد أن تشعل من ديوان الصيني أيضا في موقع قوي جدا ومرتفع مقابل الدولار الأمريكي في المرحلة القادمة فربما هذا ما دفع الصينيين إلى تخفيض الفائدة تخفيض الفائدة من 3.45 إلى 3.25 أعتقد أنها لن تكون أصلا عملة التخفيض الأخيرة وقد نرى مزيدا من التخفيضات في المرحلة القادمة فيما لو لم يكون هناك أو لم تتحقق استهدفات النمو في الربع الثالث والربع الرابع بالتأكيد السيد مازن سالهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيدي سويس كنت معنا من دبي شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع سعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر